موسيقى السلام عليكم واش عمركم سمعتوا على خليع الحلزون ستكتشفوه معنا اليوم ومع ضيفة مميزة للا فاطمة زهرة جميل في حنة اليد اللي ستعرفنا على التعاونية ديالها التعاونية اللي كتهتم بتثمين الانتجات الفلاحية مادة اخرى خاصة بفصل الشتاء أولا تناولوها كتير في فصل الشتاء وهي العدس هذه نتعرفوا على الفوائد ديالها الصحية مع سينة بيل لايش في فقرات التغذية معنا طبعا مونة الصباحي في حنة اليد لكن كذلك في ليل أحسن اللي هي غتكلمنا على بناء الثقة بينتنا وبين الأولاد الديانة وأخيرا حضر معنا الفنانة المحبوبة سامية أقريو اللي غتكلمنا على الجديد ديالها الذي يبث على القناة الثانية ويسميته بغيت حياتك الكل بعد فقرة أمراض وحلات ومهاش ريبي مرحبا بكم في صباحية اليوم أمراض وحلات لنهارة اليوم غدي نرجعو فيها لسرطان لسرطان الرجل مع الضيف سبق لنا وصقبناه في بلاتو صباحية دوزام واللي ينزمع كيف الحقيقة بالمرور دياله في بلاتو صباحية دوزام لأنه تعتمد على اللغة بسيطة جدا والمعلومات يوصلها لكل المشاهدين فيما بغوا يكونوا اليوم غدي نتكلم معاه على سرطان الرئة اللي هو من بين سرطانات الفاتكة خصوصا عند الرجال مها سلام عليكم ومحباب دكتور ديالنا سي فوزي حبيب شرفتنا مرة أخرى شكرا لكم شكرا نعم إذن ساميرا فحنا في إطار نوان بير الأزرق نتكلم على سرطانات الرجل اللي هم ثلاثة ديال السرطانات لدينا سرطان الرئة اللي هو أكثر تسبب في وفاة الرجال كي يليه لدينا سرطان آخره هو سرطان القولون والسرطان اللي كي يبقى النوع الأكثر فاتكة بالحياة لأنه سنتكلم على واحد الكانسير ولكاليزي يعني كتبقى واحد عشر سنين ونتعيش بمثل نتكلم على ان كانسير اللي كي يعطي يعني ديميتاستازفا قليل معتل بحالو بحالو بحال الكانسير ديال الغددة الدرقية أيضا هذو السرطانات اللي يكونوا أقل يعني فاتكة بالحياة ديال الناس خدينا اليوم مساميرا كاميرا كمثال معنا واحد السيد اللي تعرضي سرطان الرئة واللي يعني تم استئصال الرئة ديالو ومبعد المتستاج ومشاره للدماغ لأن هذا هو لشماء ديال ديال سرطان الرئة سئصة للرئة ترف منها يعني ماشي سئصة للرئة تيك سئصة للرئة وحده وقا عيش بوحده نقدر نعيش بوحده نقدر نعيش بوحده الله سبحانه وتعالى يعني مقدلنا الأمور يعني بحال طريقة جميلة جدا إذن هذا السيد هذا أيضا يعني لا تشبه عيني مشاء دار 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 كنسر للرأس وصال أيضا واحد لا تشبه على مستوى الدماغ والحمد لله راه هو عيش وحمد الله واخدنا أيضا الزوجة نتعايش مع المرض جديد نتعايش الحمد لله وضاحك ونشط نشوفوا اللي تيمواني ديالو روشعه نشوفوا اللي روبرتاج في عام 2018 كانت نتيمو ديالو بومونغوش من برجين هنا ديالنا العملية زونا لبومونغوش بقاس ديالسو بومواتروس الحمد لله داست أمور بخير داست العملية بخير الحمد لله ومن بعد عمونس كنت ديالي كونترولو داك شي غيانا سينيالي تال أبري وحد بقت فعامان صدت وحد بوقفر ومن بعد قلبيتك من تلك الشي بانه بليل لكين دونو ديال جداد بانتحدث دون ملطات وبانتحدث دون نيبو ديال فزقوش كتبت بصود دونك دارو الليوم اشي عالنا الحمد للتحيد ديالتقاءة السيكاتريس كفيف ودينكنا في الرأس قاعد صغيرة من بعد أمام موضوان داستي موالاوي موغدر فوقت بسيطة موضوان داستي موضوع ودينك بسيطة الراس قاعد والتقاع ولكن للبقاء والموضوع ودينك من الطباب ودينك أورو ديال GRE مثل موضوع ودينك كنت درول لننتيغ وانتحدث دونك نطلب الكثير من هذا النجد، نطلب الحرارة. when iは省 ere差а. في الشهر الخمسة سنقوم بماناً بشهر الخمسة سنقوم بحثة الاشعاء ونشاء اللهم يكون خير إذن هو مثال للأمل اللي حسو يكون عند كل الناس اللي تيعانيهم المرض ماشي سهلة بالهدرة لكن خصها خدمة وخصها مواكبة من الموحيط ومن الناس اللي مشرفين على العلاج أكيد ساميرا ما عدت رديتي معي لبن فدب الناس اللي كيت صابوا بالسرطان فما بقاش بحلمشحال هذي المرض الخيب ومخبي ونما نبينوشو هذا ونسكتو هذا بحل يعني الحياة تجال الإنسان تتدمر مبقاش طابو مبقاش طابو مبقاش طابو مبقاش طابو ايكزاك دمو دابو ان الناس دوم تعيش معه وضحك تقول لك اللي بغاها الله هذا عمام مرحبا بيها شوفوا ما تقتل غير العمر تواحد ما تيموت يعني صابق العمر ديالو باش رجعوا للسرطان ويقول انه محير فالحد الآن يعني مكنشو احد الاسباب واضحة ايه كان تكلموا على الوراة اللي كشوف ان مثلا انفامي عندها جوجو لثلاثة ديال اللي كان مصابين بالكانسير كانت تكلموا ايضا على نتخيسيون بعدو على السكرية يعني سنقاف التغذية ولي اني باش تجي تقول لي يا اتبا مباشرة ما كيناش اه ساميرا وهذا هو الغريب والغريب سرطان الرئة هو انه مش فقط يعني سيقول لك السبب الاول اللي كي يعطني سرطان الرئة هو التدخين كان شوفوا السيدات غير مدخينات وحتى هما كيتصابوا لي بسرطان الرئة مغرنا نعرفوا علاش معك استد تفضل اول حاجة اخصدوا حل مقارنة في مرات السرطان جاء الرئة زمان كان مرات السل باقي الان مرات السل في المغرب اظهر لي بحلي اكثر هاد اليامات مؤخرا الاشي اللي قالوا لي اشي اطيبة والله اعلم اكثر واش كنسمع هاد الحالات اليوم مرات السل زاد اليامات مدخوش في هاد العوامين نخليعوا الناس مرات السل اليوم التي قتل كربعين هالف حالة في المغرب وان علي اخذتي مرات السرطان而كل مرات السرطان 14000 فحالة في المغرب يعني لي لم تكن فرق بزاف مراد السرطان مراد السرطان للرجôt كان انا بين في 20chool 30%, 300 before 10 вал س tendعة سرطان 早 culmination لي اغني لما المرات السل، كافتا بين 40000 فحالة في العام زب تسكلمون لحليب لمحاين從 العام المغرس . . . . . . نعم حيث غالي نخلع الناس مرات السل اشنا هو اولا الناس متياكلش مزيان تاني حاجة كالابرودسكويته السوق التغذية دكتور بقى السوق التغذية دبا نحن نعرف الناس يكنوا مزيانة أستاذوا وتصابوا السل هذه حاجة اخرى دبا الشيء وحاجة قد نتفهموا على مزيان مئة في الميرة مكيناش مئة في المئة مكينة سبب سبب المئة في المئة فرضية فردية لتشتغل قد نوع من الملحظة دالتالي وحاد دقيقة بان السيدات باتت تخنش وتدي المرض السل ايه تريع سلاته نعم سلاتان ريئه السيدات كل كنك ترجال ان ترجالها نعم تفضل وانا كنت يكون مدمي وتطلع الانسيدون الحدود نعم دبا نعت قميه احنا في المغرب تبدو الناس يبدو عشر عام يلاتي فادي يليك في يلاتي يجوش باكيات في النهار يلاتي واحد تبع واحد. خلصة لصيغارة تلكوليكونات حسيني. لو ترى الطبيب تقوم بها. الطبيب التي اختصت مرض السرطان تقوم بها. يعني لا تحتاج النموذج المثال. كان طبيب وكان الإنسان. تقول أن هذا إنسان. بزاف دل الأطباء دلوا مرض السرطان جيد رئياء. لقناها في السيوجات. وبزاف دل الأطباء دلوا مرض السل. مش إذا ما حدوا الطبيب ميداش مرض السل. أكيد أكيد. كان موق ديجيان. كان كيبرك. كان كيبرك فاكتور. كان الناس لا يستنظفوش. لا يغسلش. ولكن لا يوجد علاقة مباشرة بالنظافة الزلطي. إيه. تبدأ يكوح الصباح. كان منا أكيد. فمو ما تغسلش فمو. ما تغسلش. ما تغسلش. يديه أحسن حاجة. نعودوا دلالة الكورونا على اللي باتنا تعيي. أكيد. بأننا خسنا النظافة. خسنا يديك. يوميا. فيما تبسش واحد. كل حدوة كل حدوة. أصلي يديك. ليس لذلك كورونا على اللي باتنا. أكيد. هاد تعزز بأن النظافة سترجع. أحسن حاجة هي النظافة. نرجع لسارة الرياء. نرجع لسارة الرياء. ربما سترجع لسارة الرياء. ترجع لسارة الرياء. طبعاً فإذا كان للجنةAAAAAAAAAA ... إذا كانوا يجب أن نتواجسوا برضها .. و يجب أن نتواجسوا إلى الطويل ... و يجب أن نتقام نفسي المواد ... بالضغط ... يجب أن تتعب ... إنك تتعبوا ، أيًا لا تتعبوا ما يتعب ... لكن هذا ما يتعب الملك ... فيهام السلبي ... فإنهام سلبي ... نعم ... و أبداً ... لا يوجد الكبير ... إذا كنت تعبوا في فرئين أو أقل في ميات ... تيكبية تشم كل شيء يشم خالت وتشم خالي ليل تحت تشم نبت قامنا نخرج للقهوة ولم ينغلي بغمكين لا ينغلي بغمكين ندع الحملة تزديت نتفق بكري ما تلقى طيبات بغمكين تخرج من البيت طبعب يجب أن يعطي النموذج ويعطي العبرة يجب أن يقول لك أنا إنسان أنا إنسان يقول لك بشار هذا يجب أن نفهمها أول حاجة كان هناك تحسيس ثاني حاجة كان الوقاية أهم محور أكيد حاجة للسيجارات ولكن كل عام يذهب على الطبيب مختص فتشيغية الريعة وحاجة أخرى تشخيص 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 حسن نقول لك المستقبل المغرب إنسان تشخيص 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 نقول لك تشخيص 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 شو هي معهواتي كمي مات ياكلش مزيان ناحيف للجسم اشتدي تتنفخره تيقولي دالي عدو تيبركيروز اشتدييرو تعتى تراثمو اوتيباسيلير تعتى الدو ديك تيبركيروز تقولي اشتل المركز ماركز بادي كدير شهوريه اكده استود تسعود افو تتسع شهور كتسميشي المركز تسنتيلي مزيان هاديرا موهيم باقي ستترفت ناسي بسماء العطبات اهوه تبشين المركز تعتى الدو تلشور هادك الدو في سترابتوميسين في بوكو تشوز بعد هادك سترابتوميسين تتنقصلي في السمع ديارو ميه تشوف تتعاود يدروا راديو تصدر اشترا واقعي هادك تبادي الرياض تخصموا معيش عمرة تتعاود يدروا تصوية راديو للصدر هذا ما عندهوش فلوس عندهو تمائين درم وديش تباكي الغارو تمائين درم وميش راديو تصدر تشتدي ديار تشوفو كبر تويج ديارو تزعري حانا لا نحتاج لدو كين وحدي اللبس مبين塔 سلوء ولقوصه ميهاتي ؟ و الميهاتي و مهاتي يا هادك والله اعطم عكس فلالقادية ميهاتي ساعدد عنده قررت عليه عن تعلق الإنس نفت نفت نفس الواقع و هي الواقع وما تشوفوكي تعد وكلمات أنت معرفة الخيثمات. كنت أعطي خيثماتك. تحضرين. فتحضرينه. قد يتحضرونه. لكن هذا هو مباشرة. يمكننا أن لدينا هذا الهدف مباشرة. لن تتحضرينه. يمكنك أن تتحضرين. هل تتحضرين مباشرة؟ هل تتحضرين من المباشرة؟ لكن هذا يتحضرين كواباء. هذا يجب أن يتحضرين. رائع للك جزء. هذا كان يوامرا صحيحاً. كالتطبع من الفئة والمصر إلى العمل للسخارج. لا! سوف تدخل إلى الشوق. سأدخل إلى الصحيحاتات والأسفل حتى يتضغط الأسفل. يتضغط بسرعة من الفئة والمصر. لو أنها تلتج احتفظ لفئة المناطقات إلى المصر. أنت وبتجد فطول الطعام للطول وبعض المصر الثاب الأسفل الثبير. لذلك أكثر عضلة الان. ضعية! حيث يصبح تنري أكي المشكل. نعم. لماذا لا تقوم بإطلاق السلاق؟ لأنه يومياً. نعم. يومياً يومياً. خلال هذا البيوني. أستاذ برطال هو البيوني في المعارضة السلطة. إذا وجدت المعارضة، لا تنجح نفسه. نعم. الآن يا دكتور. الآن. بما أن الكونسير ديوسان سيدة تتلقى الكتلة وتمشي هي غادية بتشخيص ديالة يقدر يكون وراء بحاميد كما يقدر يكون خبيض. بالنسبة للأعراض الأولى باش نعرف أنه عندي سرطان الرئة. يعني النشي عالمات. سرطان مدخينين. أنا جاي. إن شاء الله أرحم ببقا جاي. شربناها. إذا أولا يتكمي تيكوحوا مع الصباح. تيتنخم. يومياً. بس معدوش. نسبوسها. هذا يعني مهمة هذا البرنامج. أكيد. ما قلت لك دي خطرات ديالي المراليك ستسف تراجلها. سلام حيب شوص. هذا السيداني نعسى أحدها. وتشوفتي النخم. الصباح. وتيكوح. وستدفعي. مش عام طبي. هذا هو أورا. ما تتزل. الحالة. كي نجي الحويش. تيب. تيب. نشوفها دي. نشوفها. ما تيقول إلا. هاتك عمرات السلطة. ياتك عمرات السلطة يعطي. تيعت الدم في الكراشة. أخرى. يقدر تكون المعدة متقوبة. الجهاز الهضمي. هناك القدر يشكوكم. وهذه المسألة. نعم. نحن نتخلق لك سامبل. دياغنوستيك ديفرانسي. هاتك. لا مهم. مهم. أنا نوضع الأسبوع للأعراض. أكيد. 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 يا اكيد. لا تضعف. يدعف. إلاdire Orbih تضعف. وتكح. بالعمل. قد من عام 2% مرض السلطة. هاتك. مرض السلطة. يبقى داخل معاهم مرض السلطة. أكيد. يبقى دكت كونه بجوج. نعم. و لكن يبقى ما أحدهم معاهم. أكيد. نعم. الآن نحن ندرنا الشخص الأولي. نعم. من أعنده الشخص. سنو يتسلوا ashdini المسؤولين دي الله نقوم بنعجوش الأعلا. حيث لا ينبغي البيتسكان سوف نقول لك البيتسكان لماذا يصلح البيتسكان؟ أنا أأتي لك أكثر من قاملية يعني في الدتكتشون من التومور طبعا سوف ندخلك معي سوف نقول لك البيتسكان البيتسكان سوف نقول لك مرض محلي نعم ولا غير محلي كما قالت المدت أنا تشوفت سيلا يدوس لك محلي أحسن الحاجة مرض السرطان الرئة والجراحة نحيد هذه المرأة سوف يبقى 8% سوف يبقى و كما قالت معها سوف نحسن بالنوع سامير كنت عايشوا برئة واحدة و نحسن بالنوع لا ما أحسن لي أعطني رئة كلها برئة سوف ندخل سوف ندخل المدينة هذا هناك مجموعة واضح لا لا ما أحسن بالنسبة لك أول ما أحسن بالنسبة لك لا أحسن بالنسبة لك لا يوجده أعطيه دكتورة المونة لكيبيركولوز ثلاثة يعني تزيد القديسة تأعطيه ثلاثة 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 نعم هناك جيدة للعينة تقشي ودعها ما يقوم أقول ما سأريد؟ أرسل أرسلنا الوقت أرسل العلاجات نعم لا نعم لا لا نعم وهذا يجب أن ننخلص نوار أحدهم منذ محاركة إذا كانت كانت غير محارسة في تشخيص ومشانك دستاد المتقدمين ونعمل مميات باليوم ونعمل مميات باليوم نحن نحن نتوقع في الوقاية دكتور مميات لدينا يحدث عن المحور ألعفوا دكتور مرحبا كل وقت يمكنك أن نسمع دكتور أحسن الأشياء ليس كليجيانة ونظافة ثلاثة أشياء الطبيب في محسس برسوصة كيف يبدأ الكونسر في البوم؟ نحن في 34 عام، نحن في 14 عام و 20 عام واضح واضح، نحن نعرف أن دكتور موضوع شاسع ودكتور حبي عدنوك كثير ما يقول لنا إن شاء الله، فتنضربوا لي موعد مرة أخرى إن شاء الله في بلاتو صباحية شكرا لك دكتور، شكرا لك على الأسلوب ديالك وعلى اللغة ديالك للمساة المساة والثلاثة أجل الحزار، يجب أن تأخذوا الطريب ولا أنت ذلك المفقيرين الذين يأخذوا عندكم يدوم على الشعب واضح، وصلت لك الريسال، شكرا لك، بطرح ولي الببوش، قالت الببوش، قالت الببوش، وما زل سنقولها، ما زل سنقولها، هاسي حبيب، شكرا لك معا، محبا، بروفيسور، إلى الملتقى إن شاء الله عم قريب نسألنا ونرى الباب بوش مع حنت ديك، مع حنت ديك يوم باش نتبعوه هاتشيني قلنا البروفيسور فوزي حبيب غادي نقول الحالة زون بجميع اللاهاجات المغربية تنقولولي هباب بوش تنقولولي غلالة حتييا دونك غلالة هي الموضوع ديل حنت ليدين اليوم حنت ليد مع ضيفتنا للا فاتم الزهراء جميل جليل عفوان جليل من الضربدة أي من الضربدة ومعها طبعا الغنية عن تعريف للمونة صباحي اللي تتتم بالعمل التعاوني وكذلك بالانترابرنارية المقاولة المقاولة في المجالات الهشة موضح دونك للا فاتم الزهراء اليوم اخترت لنا الباب بوش عليش الباب بوش بيلا حنت هذا هو المشروع ديالي هذا شي اللي اكتشفت بأن الباب بوش يقدر يتكالب بطرق مختلفة من غير الباب بوش اللي كان عرفو حنا كان أكلوه بطريقة قليدية بالبلول أول ما عرفت عرفت كين الخليئ ديال الباب بوش وش الخليئ ديال الباب بوش نتي اللي اخترعتي أولا كان لا كان كان في الضيعة النموذجية بإقليم مديونة هي اللي تخرج على واحد الحاجات تسمح لي للا فاتم الزهراء أنا أعطيكم واحد النوبة بعد للا فاتم الزهراء تبارك الله هي نيفوباك دار دي فوغماشون في الكانتابيتي في الخياطة في كده حاجة وكنت بالنسبة لها السيد أم تتقابل وليداتها وزوج ديالها ودر ديالها وكتر شمي ديال الخياطة قاتلك فواحد الحاجة وواحد تحيي لزوج ديالها لأنه ولي كان يشجعك يقول له سير يقرأ سير يدير شي حاجة أهو حق الله يتحيي لكل هذا الرجل وكل الرجال لي كي يساعدوا عيالتهم على أنهم يزيدون القدم قل فواحد نهار وهو ديز حدها الضيعة النموذجي اللي موجودة في مديونة قل لك بنت ليه إعلان على تدريب مجاني باش تتعلم كيفاش تقابل الزراع كيفاش أنك مجمو وحد لانشيطة فيها هو كان بغيت تعلم شديل الزراع وقل لعباش متيش معاي فage فشهر بعد اللول قل لفرق فعلت عملاء المسااوات فيها تلت شهر الشهر بالأول قدرت الى الانشيطة الاعقال مع هجموها تلو الانشيطة لعباش ان تتعلم باش نتعلم كيفاش نقابل الزراع وثني شبني بزه تحيل هد الناس الأول تلويت تلويتها انهدروع ايهم قال لك شهر بعدك تدر الضيعة كاملة تشوف كيف يتقبل الغنيمات كيف يتقبل الجيش كيف يتدر هذه الأشياء قال لك فكتشفت عندهم شي حاجز مثال خليع دي الببوش اللي هي برصدك ساعات ما حارفه فانت حجبتها الفكرة ها هي ديميك التحرك تيجي بربي تيسير فمن تم تعلمت لها خدات ديبلوم ديالها من تم وبدأت العمل في البيت ديالها النهار اللول ما شاء الله وانا كتش عارفها قابي انا كين شي حاجز مثال خليع دي الببوش وانا كنا شعرفين وانا كنا شعرفين وانا كنا شعرفين هنا في الضيعة النموذجية من بعد مني لقيت بانا كين كي يقدر يدار خليع وانا كي يقدر يتكالب الطرق واحدة اخرى قلت عشال الله ما نجربش الوصفات نشوف كيفاش ممكن ييجي وخو شنو الوصفات اللي يدرتي ألا فتمزها أول حاجة هي ان انا كنا نحيدو كنا نحيدو اللحيمة يعني كي طيب نص طيبة وكي تغسل ودك شي كله انا كنت يعطيها اطفال الملحة اوه هذا كوالعادي من بعد كي طيب نص طيبة في المليحة وكي تحيد من الغلالة ديالو حانت انا كنا نحتاج انا هنا ناخد الدخلاني ديالو كل شيء كنا نقيم المسيارات ديالو وكل شيء وكندر به هداه حبيره نعم وكنناخد هديك الحيمة ديالو وكندرها في كيف ما كندروا كفيته وكندروا دجاجه وكندروا حواج خرين في مملحه ديالو يعني تتسفد من الحيمة ديالو تقدر تدر بيها هاداك شكوكي هو غنيب بروتينات على فكرياتك درت دراسة عليا قبل او لا لا شوية كله بشوية جربت وستسرد فعاليين غيرين يا البزادم قدروا من يجبيني وكوني جعلتهم وحاولت أنه نطور فيهم اتر القانوني ديال لا فاتم الزهران تعاوليه 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 يجب دراسة فكرا من الأول لا، فالكبرى بالضيعة الموتاجية يأغلوهم دراسة المشاريع يطول لفعالا هذه المشاريع هذا التنوية بطريقة كبيرة جدا من غير انتسفه مجاني ما هي الضيعة خاصة؟ لا، هي الضيعة خاصة وليس مموولة لا ينديا ها هذا ما أعرف معهم. مع الفطم الزهراء. سأتجد من الوصف المنزل لتركيزهم لتعادلهم. فهذا يمكنك إقترهم لتخرج من ذلك التدريب. إما بتعاونية أو مقاول ذاتي. ما شاء الله؟ لديك تعاونية قائمة. ما اسمتها؟ أكايم الليل. أكايم الليل؟ أكايم بالريفية كنت أقوله هي الأرض. أنا من أحد حسيمة، يعني ريفية. أكايم الليل. والموقع ديالها كينفتيط من الليل. هنا أكايم مليل. أرض من الليل. ما بين حسيمة وما بين مديونة. ما شاء الله عليك. وخا تستروجي لها المنتوجات ديالك تتدلهم؟ المعارض. تستروج المعارض تتبيع وتتعيشي من هذه المنتوجات ديالك؟ أو لا؟ لحد الساعة لا. ما زال. أنا باقي عجبني هذا الشيء. فاغا نشوف عشنو غدي أطيني ما زال. استطور التطوير. لماذا أحضرت هذه الألزيج؟ هذه الأطيبة لنا الببوش. هذه الأطيبة الأوروبية التي سنعرفها من الزبدة. هذا الأطيبة الأوروبية. سيبولات والتوماء. ما تعتقدونها. لذلك هي تتبيعها. نعم. طريقة الأخرى هي الخليع. ما هي المعارضة؟ الخليع. كيف تشغيل هذا؟ كذا انضاء أولاد الزيتون ايضا وهو الزيتون يرى في الجرس عجب وهناه؟ و هناك قبل طوماط في الحلازون التي تشغيل في البطاً او السرين و هذه الأمر هي التي تكون تحضرها هذه القرآن الدجاج تجعلها ميكون كيف تحضر الميكون كيف تريد أن تكون السجر لا تحضر لديك كلابات طيبة و أخوصها هل لديك شيئ أخرى؟ وهذه هي أسكارغوتين وهذه هي أسكارغوتين تستخدم نجاح أسكارغوتين وتستخدمها مع حريرة و ماذا أعطينا هنا؟ هذه المملحات التي يمكننا أن نقوم بها يعني نقدر أن نأخذ الحيمة و تباعها ك الحيمة نحن نقوم بها بشكل أشياء نقوم بها بشكل أشياء من الهواء لتصبر مدة طويلة و تباعها كفلسة الشيء الحيمة لببوشت تستطيع أن تقوم بها لديك جيدة جميلة أنا أصدقائها أنا أصدقائها أصدقائها لهم أصدقائها أصدقائها ومثلت المكونات مهمة شكرا لك لفتم زهرة جليل أصدقائها نقوم بشكل أشياء هذا juste للجانبغ فعل من المرحلة هذا القادم لتوجه المرحلة أن يعني لص 일� Mitchell جميلات أخرى و恩ع إن حاليا ... clássico لصفنا هذا شعب عن منزل منزل ومزلف للدمغ ووتك ومزل Then delicious إنها بأم انري جميل شعب أنا بأم نعم الان قال في انزل الخطيئ هذا وakkuk وأنا نشتـ مرحل كنت نست refund رج gaming وبهل أنفسي انشاء الله بك ان شاء الله يتم تعملون لها البابوش هذه نظر مغربي طبيعي ولكي هي لبسبوع تعمل في البابوش لما ينبه فيها تقولون ينبه ذاكا عن الطريق القديم هذه نظرة هذه نظرة أن نظرة أن يطلق للتعامل لفاتم الزهر الجلي شكرا لك شكرا لكم شكرا لكم جزيز اللي أخدمتنا اليوم شكرا لكم نتمنى لك توفيقي إن شاء الله في المصار جالك نتمنى بأن المركز جالك والعلامة التجارية جالك تلقى الباسة ديرها في السوق المغربي إن شاء الله والليمالة العالمية إن شاء الله برد الله فيك تفضلي لكي تكملوا فقرة أو فقرة صباحية دوزم اللحظة معك للمونة صباحي بدون وصل سننزل لفقرة للأحسن وهي موضوع الاختصاص ديالك كذلك من غير المقاولات والدعم للسيدات في المقاولات وفي ظروف هاشا فالاختصاص ديالك كذلك هو أنك يكوتش وأنك تدعمي الناس وتتتوكبهم في المحن ديالهم لكن كذلك في تطوير تدات ديالهم تماما وهذا هو الهدف من للأحسن كذلك فاليما غد نتكلمو على بناء الثقة ما بين أباء والأبناء ماشي بديهي وماشي ضروري تكون تتقام بالأب والأم والوليدات ديالهم كالناس اللي تظنوا بأنها مكتسبة وبأنها طبيعية خاصة تكون ماشي دائما لك هو هابدا ومي كيكون شرخ في هذه التقام كان حصلوا على مراهقين ومبعد منها شباب ومبعد منها حتى أزواج ولناس كبر اللي كيكونوا مهرسين اللي كيكون عندهم مشاكل تقيلة ومن ما تجي تقلب ولا كتخدم كتلقى دائما كين في الصغر كين واحد واحد الكسر اللي وقع اللي مردين اللي وش البال اللي عنده داب وليدة صغار أو حتى في مثال قبل المراهقة ولا حتى في سن المراهقة خاصة تتعرف أنه بناء التقة مهم جدا اللي كوليه اللي بناء شخصيته باش يكون شخص فعال باش يكون شخص منتج باش يكون شخص إيجابي وباش يكون شخص سوي مهم كيفش تتبنى هاتتقة للمنصب كتبنى على جوش ديال المراحل مش جوش المراحل على جوش المستويات المستوى الأول هو المستوى للأب والأم شنو المستوى للأب والأم فاقدوا شيء لا يعطيه إلا أنت يما كتوحيش الإبن ديالك أو الإبنة ديالك بأنك شخص واتق في نفسه أنك شخص يعتمد عليه أكيد الطفل كي يأخذ واحد المراهقة راح نك نعرف أننا نحن هم المرأس ديال الأبناء ديالنا فدك للموديل من الأول كيكون عوش كيف شتك في واحد خدوا هنتم كديزا دولت كناس بالغير كيف شتك في واحد هو كيبالك ما واتقش في راسه هاته المسألة لولا لكي باش لأبا والأم هات خاصهم ضروري ما يخدموا شوية على راسهم خاصة من كي يأخذوا على العاتق ديالهم هاته المهمة الكبيرة جدا ديال الأبوة والأمومة هاته المقطع الأول المقطع الثاني كتكون في بناء العلاقة مع الطفل راشي نوبات كتكون أشياء بسيطة جدا غيمي أنت يكون عندك صغير ثلاثة سنين أو أربعة سنين ويأتي يعود لك شي حاجة اللي بالنسبة لك تقدر تكون تخربايقة ولا شي حاجة بسلة ولا رطاح وضرت رجله وبقى شد فيها ويعودها ويبكي ولا يتألم ما أعطينا هاش ما أعطينا هاش لوقت وما بالأب والأم وما بالأبناء ديالهم تواصل أنك مثلا تخيل أنت يجي الطفل ديالك من المدرسة كي دوستي النهار مزيان شو بيا وكي تحدل المحاورة لا رخص نمشي معه في ديتاي خاصة منك يكونوا كي مقتلك صغر باش كي يحسوا أنك كي تهتم بالتفاصيل الصغيرة ديالهم ولاحظت واحد القديرة هما ما تيزعموا شي عودوا لك فش رسعتهم هذي أسئل حاليا هما تتعلموا وغير هذي أسئل ولكن لم يتعلموا في التالي لا يريدون ولكن بعد بسيطة فلن تتعلموا لا يجابوا تتعلموا يجبوا ها ها هذا أتكلم هو من أنتقل به المسألة للحكة لكن أطفال تعرضوا التحرش ومع التضغط ومع في العالم بل وتحرش ولا تحرق. لماذا؟ لماذا؟ لأنه لم يكن لدينا هذا الجسر للثيقة. فالذي يريد أن يكون لديه مراهق ويعود له ويهدر معه رفصين صغيرة لكي كتبنا بهذه الأسئلة البسيطة. لم يكن لعبتي هذا النهار. ماذا؟ ماذا؟ ماذا يعجبك؟ ماذا قلت لك الأستاذة؟ ماذا قلت لك؟ ماذا قلت لك في الطبلة؟ هكذا أشياء بسيطة هكذا أسئلة تستطيع أن تبدأ لك باسلة. تعفيها. مهمة جدا لأنها طغطتني بها. ما هو يقعنا؟ ماذا لم يكن لديت أية أسئلة كما ستظهر في بخير ما فيه طبعا ما فيه هذا ما ممارا نسبت وغير على صغيرة ماذا يعاون من جديد ويصبح أزائي أصدر المدرسة يعطي مدرسة ويصبح مجرسة وتتسلم عنها يصبح الحادث والشغل الشيء الزواجل على المدرسة ماذا قلت بها؟ ماذا قلت بها؟ ماذا ماذا تعطي؟ ماذا؟ تكون ثقة يمكنك التواصل أولاً تبني هذه الأسئلة البسيطة من أولئك يأتي لك شرسوم متحركة سنة 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 ستتخسمت معها هذا النهار أعطيه وقت أعطيه وقت بني الثقة بني هذا الحالي كتبني ذلك حجر بحجرية بحجرية بغيتي في فعلن شوفي أعطي ساميرا الآلام دي للأباء من يوصلوا لأبناء دي لهم لسن المراهقة أو شينو بات حتى يتعدوا سن المراهقة وقت بني الآلام وقت بني المعاناة أعطيك شنون قدروا نديروا معهم؟ أعطيك شنون قدروا نديروا ليهم؟ أنا ودي ما كيهضرش معي؟ هل حال عندك؟ كل شيء على ذلك جسر التقالي كتبنيه معاه درجة بدرجة أنك تعرف الهتمامات دياله أنك تعرف ما نرسوم كي يعجبه؟ شنون الفيلم اللي كي يعجبه؟ شنون الموسيقى كي تسنط لها؟ شنون اللون المفضل؟ كم قدروا ندروا لعبة؟ كي نوحد مش موحد الأسئلة شنون اللون المفضل؟ شنون اللوني أند المفضل؟ وفي نفس الوقت الإشراك ديالهم في مهام بسيطة كل واحد على حسب السن دياله ما شي بالضرورة من 4 سنة 5 سنة عطيه خميلي وما شي بالضرورة ولكن كل واحد على حسب تاتك لما تيجي تاتك النرج اللي كي بليه في الإبن والإبنة ديالي والإشراك ديالهم في مهام بسيطة هنتا ولدي هكا خبح ليه مثلا السك ديالي هاتيك شي حاجة مهمة هاتيك تسبيني لي أنك تيق فيه تيق فيه على حسب السن على حسب القدرة على حسب النج وبشوية بشوية باش كنوصلوا لدك الجسر أن اللي وقع لا في المزيان ولا الخيب كان كنوحنا اللي أولين معاهم وضعت نشكلك بزاف منا صباحي لحفظ لنا ولداتنا يا رب يا مين ونبني هذا الجسر نبني هذا الجسر لما كانش مبني ديجان لدينا دائما الوقت باش نحززوه ونعززوه ونضيرو التواصل مع أولادتنا غادي ندخد ذات البلاتون دي معايا عند السينابيل عياشي طبعا لها تنرى إدياله باش نضوقهم من الباب بوش كيف ما قال الفروفيسور فوزي الحبيب اولا غلالا شكرا لك للمونة سينابيل عياشي هادو قلينا عفك شي حاجة من هاتشي شنو شنليح جباس كنتي أنا كليس من هادو دقسه جباتني ها دقسه جباتني وليس تسوني من يخذيسي وذخر هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا لا تستطيع هذه الفكرة لا تستطيع هذه الفكرة لكي تجد هذه الفكرة لأنك تدير من غلالة أو من ببوش طبعاً أنا تنشجع بحال هذه الأفكار تذكرنا الغرب الفوائد ببوش بزاف ساميرا أولاً كله عمر كولاجين لأنه جيلاتين وعمر بروتينات طريقة لتطيب الأعشاب ومفيدة بالنسبة لجسم بطبيعة الحال هذه الأمور للأسف سباحنا نفقدها ساميرا سباحنا نفقدها الغلالة نوقفها عندما الغلالة أو البوش نأكلها وصباحنا نفقدها الزيت البلدية التي تحدثنا عليها ونزيدها إلى العدس العدس الذي هو موضوعنا لنهار اليوم العدس الذي كنت بقى تناقل قلت أن أكله على الأقل جوش المرات في الأسبوع على الأقل العدس هو صديقنا في فصل الخريف والشيتاء عادة تناكلها بكثرة وغالبا ما تنضروه مع الحوت أو السردين أو الكبدة مشرملة فبغيت أنها تعليق مع هذه العادات الغذائية المغربية الأصيلة وهو غذائيا وعلميا صائبة أو للا كنت أردت أن أقول لك لماذا قلت عن العدس في الشيتاء لا أعلم أن تكون سخونة لأنه سيكون سخونة ونحن سيكون هناك البرد ونأكله فريد سخونة من العدس في الحرارية ولا طريقة لكي تكون سخونة ونحن سيكون لا أعلم لماذا تفكر في العدس في الطريقة المغربية؟ كيف تفكر أن تكون سخونة التالية والماء ونحن عن العدس وفي العدس الثامرة في العادات الغذائية المغربية العدس بين الأغذية التي تتكال ثلاث سنة هي الأغذية نوعا الأغذية التي تتفسد والأغذية التي تتفسد أطعنا أن نأكلها ثلاث سنة من أن تضرع إلى زيتزيت يجب أن تتكال ثلاث سنة فنحن سأكل البصارة لن نأكل البيسارة لدينا الجفاف لن نأكل البيسارة لن نأكل البيسارة طيلة السنة كل عام كامل ينظر على البيسارة العدس، اللوبيا، الفول سنظروا طيلة السنة هي أخيتي الممكن أحضر ونحطة في دبيع لا تنظر على الناس يقليلوا على البيتامينات والأملح المعدني ويأخذ مكمل غدائي لن نأكل ونصد والمانيزيوم والكالسيوم والفوسفور والمانغانيز سيكون شيئاً في العدس عندما نذهب إلى العدس في علم التغذية سميرة تنشبه بواب مصنع للأملح المعدنية قليل هي الأغذية التي ستجدها فيها النسبة المعادن أملح المعدنية لأنها دائما تنقرن العدس بالحديد وتنقوله غير العدس تنزيد على هذا غير أنا شهيوة العدس أنا شهيوة بعيدا عندي لا لا سنزيد على هذا غير العدس لكن فتنزل قرعة حمراء ونخيز أو هذا تنزيد على العدس ما هو أو هي أنا سنقوله هي حسنا حسناً 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 أولاً لدينا النشويات نظر إلى النشويات واحد المصدر مهم حرارية واحد المصدر مهم من السكريات البطئة التي ستعطني الطاقة خصوصاً طاقة المادة الباعد هذه النقطة الأولى النقطة الثانية لا ننسى بأن العدس مصدر مهم من البروتينات هذه الناس لا تردون لها البال والناس التي قلتها قبلها سأكلها ليس ضروري أن أكلها مع الحم بوحدة كافية بالأجدافة لهذا العدس مصدر مهم الحديد العدس مصدر مهم البوتاسيوم العدس مصدر مهم من المهم فعندما أنه الطبق العدس سأجد نسبة كبيرة من الأملاح المدني نسبة كبيرة من النشويات نسبة مهمة من البروتينات نسبة مهمة من الحديد لن نضع لأنه لا يزيد مع الطبق أخر من الحم ومن الججاج هل هذه الناس التي نفعله في صغر لا لا لن يمكن أن تدخل العدس مع الحوت سيكون غالب العدس الحوت هو سيد المائدة هو الطبق الرئيسي يتريد أن يكون حاضراً ومن الرئيسي سيكون فيتامينات المجموعة أبائية مهمة بالنسبة للخلايا العصبي ومهمة بالنسبة للدماخ لا تستهن بالنسبة لأنه كبير سأجد سأجد سنرأ سأجد سأجد طاكوس وليس لديه سأجد طاكوس وإنه مساعد نظر لا تغدى ولكن يجب أن تغدى يجب أن تغدى يجب أن تغدى لماذا تغدى العدس بالخبز؟ ليس مشكلة ولكن لا يوجد أحد المشكلة هي تنجي وتنلوح المسئولية لأن العدس لا يمكن أن تضر أن أقول لك العدس تضرني هي مسألة العدس التي ضررتك المسألة هو أن الجهاز الهضمي خصوصا المائدة مسكينة قهرتها قتلتها بالمقليات قتلتها بالمأكولات التي هي غير صحية تتولي عاجزة عن هضم العدس علاش لأن العدس فيه ألياف غدائية وهذه الألياف غدائية التي تقوم بها تخفض من نسبة الكوليستيرول في الجسم تخفض من نسبة تولاتي الجليسيريد تخفض من نسبة السكر تقوم من أمراض القلب والشرايين تقوم من سرطانات الجهاز الهضمي هذا كله تنجي وتنقول العدس دراتني طريقة التعامل دينا معها أو الجهاز الهضمي دينا وماذا تنجي في هذه الحالة؟ تنطحن العدس ونأخذها على شكل حاساء لكي يمكن أن نستفيد من هذه المكونات الغدائية الأخرى التي هي المعادن لكي يمكن أن نحضر هذه الألياف التي تكون في هذه الغشة التي يوجد على برد لا يمكن أن يشمن سولك عن العدس الذي يولس في السوق المغربية هذه الخضراء الحمراء والصفراء هذه الليمونية وماذا؟ هي القاعدة ساميرا في التغذية اختلاف اللون اختلاف القيمة الغدائية اختلاف الدوق اختلاف الرائحة أي شيء تختلف هناك اختلاف في بعض المكونات الغدائية هذا الاختلاف بسيط جدا لا يؤخذ بعين الاعتبار يعني أخذ أي نوع من العدس بغيتي لا يوجد مشكلة المهمة هو أنك خصفت كل العدس كيفما قلت في الأول سواء نأخذها كطبق سواء نأخذها كشلادة مثلا سواء نأخذها كحسا المهمة أن تكون حضرة في المائدة واضح ونحضرها بتمها الحالة الزونة أو الباب سواء نأخذها سواء نأخذها سواء نأخذها شكرا لك سواء نأخذها رأيت الحلقة الأولى بغيت حياتك سوف نتكلم مع واحدة من البطلات سواء نأخذها سواء نأخذها ولكن نأخذ لكم بلاتون قد تقدمها سواء على الفكرة المرأة المغربية التي ينوه بها رائعة أنا سمعت الحديث مع مبتكرة هذا الوصفة حقيقة لم أتحت على شيء واحد دوقتني بعدها دوقتني دعطتني سوف نأخذها مع البيض في الدار نهار كبير هذا نهار كبير هذا الممثلة الكاتبة والمخرجة نهار كبير هذا فرانشمو شكرا ساميرا بعدها مبارك مسعود الله يبارك فيك وتحية لكم والبرنامج وصاحبة هذا الدكور الرائع من سواء مريم الله يحفظها لنا ودارك جاس معك ومزيان شكرا ندي دارك كل مغاربة كل مغاربة نحنا تعودنا عليك وشكرا على الاستقبال وانا سعيدة بتواجدي معك صديقتي الرائعة ساميرا ساميرا أكريو من غير أنها ممثلة وكاتبة ومخرجة ما شاء الله هي صديقة عزيزة على قلبي والأخت ديالي وشاركنا بزاف ديالتجاريب ما شاء الله عليك بقيت وفية لطبيعتك وفية الفن ديالك وفية حتى الصورة ديالك ما شاء الله عند كل مغاربة محبوبة أكيد كينصير في محبة الناس ليك فاش قدري تختصري هات الصورة اللي ساميه شنو عندك نداخل اللي أنا أنا كن أمن بواحد القضية الناس ما كي يجون عندك حتى كي يكنوا لك المحبة ووحنا ذك المحبة هي باش عايشين وانا كنبدلهم نفس الشعور أحيانا كيكونوا ظروف قاهرة وكتغلب علينا ولكن أنا كنعرف باللي قلبي بيطبح الحليب وخي كلي كان وكان حد الناس كاني وأكيدوا ذلك ما شاء الله عليك يعني مع الفرقة ديالك درسلنا واحد الفريق ما شاء الله من عمل ناجح لعمل ناجح لعمل ناجح لدرجة سأنا من غير محبة ديالنا ولينا بحالي تنعاتبوك فاش تغيب علينا شي شوي لأننا عارفين ومتأكدين أي عمل سيتقدمه سيكون ناجح مئة بالمئة لماذا لأننا نشوف فيه نفسنا تعكس المجتمع ديالنا تنقربوا به العائلات المغربية والأسر والمعاناة والظروف يعني بغيت نعرف لماذا تسمي أقريو قريبا لهذا القرب الكبير من الحياة المعاش المغربي حيث أنا مواطنة قول حاجة بحالي 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 بزاف الناس وكنعيش في واحد المجتمع والمهمة ديالي كممارسة أو كمبدعة هي أنني نقوم الملاحظات ديالي أنني ننقل صور من هذك المجتمع ونحط يدي على الدبرة كيف ما كان قلوه الحاجات الموسيقى نحن بزاف بنا كنشوفوا أشياء ما كانت تعجبناش ونقولوا كيف نقدروا نبدلوها كل واحد بطبيعة العمل ديالي أنا بطبيعة غنعود لكم قصة غنحكيها لكم برفقة فريق العمل اللي كنشتغل معه ونكون مخلصة لا في الأداء لا في الكتابة ونقول عباد الله شنو غنحكينا هذي الناس كيفش نقدرون نعالجو هذي الموضوع هذا لا يعني أنني عندي أداة كنقولها كيفش غنعالجوها أنا أسلط الضوء الضوء على هذي المشاهد اللي كنشوفها ولي كتألمنا بعض المرات هناك قصص عديدة عديدة والإلهام ديالي ودى الأصدقاء ديالي كي يجي عبر مثلا في الشارع القصص المعاشة لدي الناس عبر قراءة روايات عبر مشاهدة الأفلام إلى غير ذلك ولكن وللأسف أنتنا كتقول أن الناس كي قدروا هذي المجهود ومكا نغيبوا أحيانا حيث عنا وحي المسؤولية حيث الناس مكي حطوك في واحد مرتب وكي يقولوا واو كين واحد العمال اللي هو بين قوسا كي يقولوا آنقي هذي الكلمة ديالنقي كتعاود هي ماشي القصة ديالنا قاولة ماشي راع هي المسؤولية ديالنا أن نحنا نقولوا أشي غادي نعاودوا للناس ماشي ضروري نعاود لك ذك شي لك يضحكك ضغيا ولا ذك شي اللي انتك تستهلكو يوميا في الفاسفود بحلي وكي يكون عندك التليفون لا أنا شنو غاد نعاود لك وشنو غنحكي لك ولكن على يش غنحط الضبرة على يش غنحط يدي والمسؤولية ديالي هذا يعني بأنه قبل كل عمل كان قبل كل منتوج سينمائي ولا إبداع كان عمل كبير على المحتوى على على السيناريو على الإخراج كل شي تتدرس ويأخذ معندكم مقص كبير وش ما سيعتموش عليك سمي أقريو أنك تسخدمي مع تقريبا نفس فريق العمل بحل نوراس قلي بحل مريم بحل جسي جواد تاولي ومخرج ديال بغي تحياتك نحن متهمون دائما بهذه القضية ديالك تتشغل ديالك مع نفس الفريق كل هذا الشي كان في العالم كامل ومشبعين 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 أخرى بالعكس هي حاجة صحية أننا واحد فريق العمل كنكون فيه إلا بغينا نقوله واحد نوع الشفافية ودو لسنسيغتي الصراحة والصدق والاكمبيسيتي راما كتجيشي هذه عبثية كتجي بعد سنين راما كمي نكتب مع شي واحد متدقة لولانية ولكن هذا لا يعني أن نحن ممغالقون على أنفسنا بل عمنا تجارب وحادية ولا مع ناس آخرين ودليل أن الفجور الجديدة التي كنتم من قدمتهم المشاهد المغربي تماما في جميل الأعمال هذا النسبة لتشخيص كان في تشوع لها وجوه جديدة تشخيص حضرت علي حيث ولي بين المشاهد حقيقة ولكن نحن لك إلا بغيتي تقول بدأت من قصة مع ابنات لاللمنانا وليش واللي طرحها هو الاشتغال على المسرح لأن الفلقة المسرحية ربحة الأسرة يعني الروح يعلمك أنك تكون مع ناس كي قدر الزوبك وكي صبروا عليك وكي صبر عليهم ناس جداد يقدروا ما يصبر شغولا ناس آدوك أنت هكا أنت هكا أنت هكا لأسمحي بيها أنت هكذا نسحي دعوكم تلوقت الجود ديل بزاب ديل الحويج اللي تقدروا تستغلوهم في الإبداع في كتابة وإحراج هذا الشيء اللي كاين لا تحورة هاني ألنا بكم هاني ألنا بكم هاني ألنا بهاد الفريق ديلكم نرجع للبغيتي حياتك شنو سيسعني ببغيتي حياتك واش لا تحرق الغيرات وحسد او مفهوم آخر وصلنا نواح الزمن ولا لاحظتي وانتين تبارك الله مع الأخي السائين والمختصين في علمنا في كل شيء ما عليك تجيب يوميا وكتقدرين مع الأسر المغربية على هاد المواضيع لاحظتي بأننا وصلنا نواح الزمن اللي كنشوفيك وكنقول بل أخير او شيء نقول لك كنت تجيبني من قاعدة المشة المغربية وانا او ربح الهقة وانا او مكارنة وانا او مكارنة وانا او مكارنة وانا او مكارنة وانا نقول ان انا نجح نشمر على فكرة كانت تشاهده. كيف تشاهده؟ لم تكن معي تشاهده؟ لا تتعرف نستطيع أن تتوقعك أيضا. لا تتوقع معك. حقيقة كانت تشاهده من تشاهده من تشاهده حياتك من تشاهده البرامج التي توقفت عليها. لأن الناس يتعبون ويصبحون في تدراجه ويأتي لتأتي لأخرين. ويريدون أن يتعبون، يريدون أن يتعبون أن تحبون لأدنباتهم. يعني كان مسح هويتك ونلبس جلد ونلبسك انتي تقمص شخصيتي معاقبة عليها في القانون على فكرة طبعا معاقبة لكن كنت أريد أن نقول لا أريد أن تكون في مصدر الإلهام أريد أن نكون بحالة أين كانت تسمية المغربية لكي تقول عيند لس حسد؟ لا أريد أن تسمع القيم ومبادئ دينا لن يتحقيق شخصي حيالك يقولون إذا أردهم حق وإذا أردهم الحق وإذن لك لم تكن ليس هناك لماذا أنت عندك ونعني وكنت لم تكن ليس هناك لم تكن أن تكن لديك راقبة في حياتك لا ترى النتيجة، لا ترى البناء انت تقول على الناس أغلب كنت اراك من المملكك يحتاج على عيشك في الدنيا صح لا عيشك انت عايش هو الناس كينك يحظون الحقل. قليت يقولك تحظوك على الويل. اهه. اهه. لانك لا عارفه. لانك انت رك في الويل. وما تشوف غير صورة لانك انت لربما تضحك للقدام الناس لان ابتسامة صداقة. وانا خسك تكون الناس ما داروا الكوالو باش تكون مقلق قدامهم. فتيحظوك على ذيك الويل اللي انت فيه. اللي انت تستخبيه بالبتسامة. اكزاك. وحنا كيف ما شفت هاد الحلقة. همو ما حلقتين فيه حلقة واحدة اللي ات شافت. انا غادي الناس يبدوا يعيش معنا. وغايت كلهم جوج الفورق. فريق الضحايا او الفكتيم. وفريق دي اللي بوغوا هادوك اللي غايتحددوا على الضحايا. وبلا ما نزيد سبويلي اللي بغينا نقولو. رابيني. احنا كيفاش غادي هادوك اللي غايتسلطوا على الاخرين. وكيفاش غادي ووصلوا. واشغا يوصلوا ما نعرف. باش ما نقاش نفضاح الاسرار دي اللي سلسلة. ولكن نتمنى. اه وي انا بعدها من اقول المشاهدة. انا عملت في نورة سقلي فيها في السنية. في سي جاواد. جاواد بعدك كتاب وشركة طبعا القناة ثانية منتجة. وشركة الانتاج اليان. منتج هو الاخ امين بن جلون. والمخرج هو الرائع والصديق. اللي خسكم تصفدوه ضروري. مرحبا هدي دعوان. مرحبا بمريم احتاجي. مرحبا بمريم احتاجي. مرحبا بمريم احتاجي. نرى كل ما هو منتوج مغربي مئة في المئة. ما يمكننا غير متخروبه. ما يمكننا غير نزيدو به القدام. ونشجعوه. ونقول الناس انهم تهم يشوفوه. لانه فيه دواء. اللي كل داء. تيصيب المجتمع دينا. ونتمنى ونوقفوه. نشوفوه التفاهة. في الهواتف دينا. في القناة اللي كتجين عبر الهواتف. ما نعرف. ونشجعوه اعمال بحل هكالي تعدبنا فيها. واللي باغين كيف ما قلتي. نعطوه فيها فكرة. لعالمنا في نعيشين. نعطوه محتوى اخر. عفاكم. نوقفو مشاهدة التفاهة. نربيو الضوق الجمالي عند المشاهد المغربي. ونشجعو الشباب. والشابات معنا شباب. فتمتي الكريماغيت. سندية تجدين. سلوة صراحا رائعة جدا. ضاصر اقباب. والصديق الرائع عزيز الحطاب. ماشي شاب. ولكن رهدب من قيدهم. في التشخيص. والسوعد. أنا نكون معه. في التشخيص لي. أنا وياها الزوج والزوجة. كيف ما شفتي. أول مرة كنشتغل معه. في عمل تليفزيوني. من قبل. من بعد ما شتغلت معه. في المصرح. هنا مازال شباب. مع الطيف صديقي الله يرحمه. شكون معنا اخر. باش منسحت شي واحد. قلت ناصر اقباب. نور اسقلي. طبعا. طبعا. تلو معك. صامك الحزباشي. مريم زعني طبعا. أنا غدي نزيد نزكي الكلام ديالك. بالقدوة. يريد الجيل الجديد. وليدتنا نوريهم القدوة الصحيحة. ماشي مواقع تواصل اجتماعي. نوريهم قصص النجاح الحقيقية. اللي كان قبل منها. تعب ومشقة وقرايا ودراسة. حتى وصلوا. على ذكر القرايا كنت عارفك مؤخرا. تدري شي ديبلوم في الجامعة. أنت ونوري. وليلا فاطمة الافريقي. تماما. ايه فين وصلت. دو سلسة في أخدينا. هوا بزيون في الكوادرون. هذه هي المرأة المغربية. وبيك للا سامي أقريو. تنودع المشاهدين دينا. على أمل أنهم يتبوا. سلسلة تبغي تحياتك. وعلى أمل اللقاء بك مجددا. إن شاء الله فلاتو صباح يدوزا. شكرا. تحية لكل فريق العمل. وأنا كنت سعيدة معكم. إلى اللقاء. اشتركوا في القناة.